السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا عن مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل علاه المناجات هي طلب العبد عون الله تعالى ولطفه حين يعترف بعجزه امام عظمة ربه العبد عليه حين يناجي ربه ان ينبض قلبه بصدق كبير وليس بكلمات فحسب عليه حين يدعو ربه ان يمتلأ قلبه بالخوف والرجاء وان يكون الدعاء نابعا من قلب مضطر يسنق مع الله ولا يرجو غير الله ولا يثق الا بالله فدعاء التائب من معصيته يحمل في اعماقه صدق العهد ولوعة الندم وامن المغفرة هكذا هي التربية الدينية الحقيقية تربي المؤمن على التدلل بين يدي الله ومدين الافتقار اليه سبحانه من خلال التدرع والانكسار في كل موطن من مواطن لقاء الله وكلما تكرر الدعاء يغدو منقوشا في روح مؤمن نقوشا عميقة لهذا فان الارواح العلوية تعيش في حالة نائمة من الدعاء الدعاء والمناجات خضوع واستسلام بين يدي الله يتوجه العبد الى الحق تعالى مستشعرا عظمته ومدركا في الوقت نفسه عجزه وضعفه الداتي والانبياء هم سادة البشرية وهم نبراس السالكين الى مرضات الله رب العالمين ليس هناك لحظة من لحظات حياتهم الا وفيها المثال والقدوة الانبياء والمرسلون قوم اختارهم الله تعالى واستفاغهم ليكونوا رسله الى الخلق وليحصل بهم الاسوة لبقية البشر هؤلاء الانبياء كانت عناقتهم مع الله تعالى اقوى علاقة وصلتهم به اوصل وامتد صلة يخلون بالله فيبثون حاجتهم على اعتاب ابواب رحمته يفرغون تدرعهم وشكواهم وهمومهم لله رب العالمين نذكر من ذلك مناجات ابراهيم الخليل عليه السلام التي نقلها رب عز وجل في القرآن الكريم فقال واذ قال ابراهيم رب جعل غاد الملد امنا واجدبني وبني ان نعمد الاصنام رب انهن اضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاقي فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من درية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من التمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم هكذا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نقل لنا هذه الملاجاة وهذا التدرع والدعاء من خليله ابراهيم عليه السلام وهو نمودج للمداجات الربانية المباركة وجميع الانبياء والمرسلون كان عندهم مداجات كثيرة ومتعددة يبتون من خلالها احزانهم وأشجادهم لخالقهم ومارئهم ومن ابرزهم خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الامين كان اشد عباد الله خشية لربه واعظمهم رجاء فيه واكترهم حبا له كانت احب الاوقات اليه صلى الله عليه وسلم تلك الساعات التي يعتزل فيها الناس ليأنس بمداجات خالق الكون ومبدع المجود كان صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث كان في مكة يمكت في غار حراء الليالي دوات العدد مستغرقا في عبادة خالقه ويملأ جوانب نفسه بالضراعة اليه ولما جاءه الحق واختاره ربه رسولا الى الناس كافة كان اعظم ما تسعد به نفسه تلك الساعات الطويلة التي يقضيها في التهجد راكعا ساجدا قانتا لله يسبح بحمده ويذكر آلاءه ويلح عليه في الرجاء ذاكرا انه قيوم السماوات والارض ومن فيهن ودور السماوات والارض ومن فيهن وانه الحق ووعده الحق ولقاؤه حق وقوله حق هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في صحراء مكة المكرمة وفوق جبالها وعلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم يدس اليها انسا الرضيع الى صدر امه وكان يشتاق قلبه الى وقت الصلاة شوق الضمآن الى الماء لان الصلاة بالنسبة للنبي الكريم فيها سلوته وفيها مسرته كان يقول وجعلت قرة عين في الصلاة وكان يقول يا بلال ارحنا بها يا بلال ولما توفي ابو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم الى الاسلام لكنهم لم يجيبوه وسلطوا عليه سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى سنى الدم الطاهر من قدميه فانصرف حزيدا واتى تحت ظل شجرة وصلى لله ركعتين ثم بدأ يناجي ربه ماذا قال في هذه المناجات اللهم ان ليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين الى من تكلني الى عدو يتجهمني ام الى قريب ملكته امري ان لم يكن علي غضب فلا ابالي غير ان عافيتك اوسعني اعود بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة ان ينزل بي غضبك او يحل علي صحتك لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هكذا كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في كل وقت وفي كل حين ايها الاحباب الكرام ان مناجات النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة كثيرة ومتعددة نقلها فضلاء الصحابة رضي الله عنهم من ذلك ما ذكره عبدالله ابن عباس رضي الله عنه ما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته اللهم اني اسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجبع بها امري وتلم بها شعتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخرة يا الله اللهم اني اسألك الفوز في العطاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء اللهم اني انزل بك حاجتي وان قسر رأيي وضعف عملي افتقرت الى رحمتك فاسألك يا قاضي الامور يا شافي الصدور كما تجير بين البحور ان تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا الله اللهم ما قسر عن رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته احدى من خلقك او خيرا انت معطيه احدى من عبادك فاني ارغب اليك فيه واسأله كواءه برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحمل الشديد والامر الرشيد اسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود المفيد بالعهود انك رحيم ودود وانت تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شبالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظبي اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لمس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام هكذا أيها الأحباب الكرام كانت مداجات الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله هذا دمودج من المداجات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا يقوله في خلوة وبعيدا عن أعين الناس يقوله بينه وبين خالقه وابن عباس لأنه ابن عمه كان يدخل إلى بيته فيسمع هذه المداجات ويستمع لهذه التدرعات وينقلها لعباد الله المؤمنين وأيضا للسنة النبوية تبت أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلة ووعد الناس يوما يخرجون فيه تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدى حاجم الشمس فقاعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال أيها الناس إنكم شكوتم جد بدياركم واستأخار المطر عن أوان زمانه وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله إلا أنت الغدي ونحن الفقراء أنزل علينا الغيط أنزل علينا الغيط أنزل علينا الغيط واجعل ما أنزلت لنا قوة وملاغا إلى حيد ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدى مياض إبطيه ثم حول للناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رفع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصل رقعتين فأنشأ الله سحابا فراعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سنة السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكند ضحك حتى بدت نواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله لقد صلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسخاء وتدرع لله طلبا للغيط ليعلمنا أن نسأل الله تعالى في كل حال وهذا كثير في السنة النبوية الشريفة في عدة مواضع لما كانت تشجد الأزمات سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم إلى ربه متضرعا خاشعا ينجيه فيأتي الله بالفرج تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطل قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبنك منك لا أحصي تناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك قال عمر بن خطاب رضي الله عنه ينقل لنا وقائع مدهشة يوم غزوة مدر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويستغيط قال سيدنا عمر لما كان يوم مدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة ومدعة عشر رجلا فدخل العريش هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه واستقبل القبلة ومد يده فجعل يهتف بربه عز وجل ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم انتهلك هذه العصامة من أهل الإسلام لا تعمد في الأرض فما زال يهتف بربه عز وجل مادا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وفي الحال أنزل الله عز وجل قوله إِدْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ وكثيرا ما وقع في السنة النبوية الشريفة فضائل كثيرة لقد خيل إلى بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجزل له ربه في العطاء حتى غفر له ما تقدم بالدنبه وما تأخر وبعد أن نصره نصرا عزيزا وفتح له فتحا مبينا خيل إلى هذا للبعض أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ تلك المنزلة سيسلم نفسه إلى شيء من الدعا ويخلد إلى الراحة لكنه صلى الله عليه وسلم بدأ يغرق في العبادة ويكتر من الخلوة ويبالغ في التهجد فيعجب لذلك هؤلاء الأصحاب ويسألون عن السر فيه كما ورد عن أمنا عائشة رضي الله وعلى أن قالت إن النبي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم بالدنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبداً شكوراً أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً وهكذا مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم وتدرعه وانكساره بين يدي ربه كثير وكثير جداً غمر كل حياته كان صلى الله عليه وسلم لا يخطم خطبة إلا ابتدأها بالحمد لله والتنائع عليه بما هو أهله وهذا تابت في أحاديث كثيرة فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشمل على حمد الله والتنائع عليه بما هو أهله وعلى الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد بالرسالة وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يبتدئ خطبته بما يعرف بخطبة الحاجة وهي أحسن من ورد في حمد الله والتنائع عليه ونفضها أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا غادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهكذا هي خطب الحاجة لعظمها فإنها تستحب أن تذكر قبل أي شيء عقد النكاح أو في مجالس الصلح بين المتنازعين أو في أي شيء العلماء يفتسحون بها كتبهم وخطبهم أيها الأحباب الكرام إن مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم لربه كثيرة ومتعددة ومتنوعة تشمل كل حياته فحياة النبي الكريم بليئة بالتداء على الله بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلا منها مثلا إذا نجى ربه يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرم اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجين والقرآن أعود بك من شر كل دي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قملك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين اقضي عني الدين واغني من الفخر وهكذا هي مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله أيها الأحباب الكرام هذه بعض الدعوات والمناجات التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين ربه خفية تنبض بعبوديته وتشف لنا عن حالته القلبية أثناء وقوفه بين يدي مولاه فمما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمدك الذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعود بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعود بك من شري ما تجئ به الريح اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بدنوبه أسألك اللهم مسألة مساكين وأبتهل إليك ابتهان المدنبين وأدعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أعود بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعود بك من شر ما ينج في الليل وشر ما ينج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الذهر يا لها من دعوات حية تضبض بعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وتظهر قوام فؤاد النبي المعصوم من الدنوب في حضرة الحق جله جلاله أيها الأحباب الكرام نتأمل في مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم لربه وماذا كان يقول كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما ما إلى ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله عدد ما في كتابه الحمد لله عدد ما أحصى خلقه الحمد لله ملأ ما في خلقه الحمد لله ملأ ما في سماواته وأرضه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله على كل شيء سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض حكمه سبحان الذي في القبر قضاؤه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عدله سبحان الذي رفع السماء سبحان من مصط الأرض سبحان الذي لا منجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها سبحان من سبحت له البحار بأمواجها سبحان من سبحت له الجبال بأصدائها سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها سبحان من سبحت له النجوم في السماء بأمراجها سبحان من سبحت له الأشجار بأصونها وثمارها سبحان من سبحت له السماوات السمع والأراضون السمع ومن فيهن ومن عليهم سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تبارك وتعليت سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ومسط يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم جاه وأعطيتك أفضل العطية وأغدأها تطاع ربنا فتشكر وتعطي ربنا فتغفر وتجيب المدطر وتكشف الضر وتشفي السقن وتغفل الدنب وتقبل التوبة ولا يجزى بألئك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا الله يا من أظهر الجميل وسطر القبيح يا من لا يواخد بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتغى كل شكوى يا كريم الصفحي يا عظيم المني يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم أن لا تشوي خلقنا بالنار اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمة الدنيا والآخرة يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كترة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كترة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات يا من لا يبرمه الحاح الملحيد ولا تدجره مسألة السائلين اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك واقضي حوائجنا واستر عنا واحفظنا وبارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى موسيقى شكرا